العالم العامل الزاهد العابد شيخ الإسلام محمد زاهد الكوثري رضي الله تعالى عنه وربما أشارت الأصابع إليه على قضية شيخ الإسلام نعم هو شيخ الإسلام والمسلمين لا أقول شيخ الإسلام فقط هو شيخ الإسلام والمسلمين أما منصبه الإداري الذي كان يتولاه فهو وكيل مشيخة الإسلام فأنا أعني اللقب العلمي الذي يستحقه الإمام الكوثري بجدارة بلا منازع ألا وهو مشيخة الإسلام فشيخ الإسلام لقب يطلق على من تمرس في معظم علوم الإسلام بل ربما في جميع علوم الإسلام وتقدم وكان له الصدارة فيها ولا نعلم شخصا منذ زمن بعيد حصل ما حصله الإمام الكوثري رضي الله تعالى عنه فهو شيخ الإسلام بلا منازع وإن كان منصبه الإداري في دار الخلافة نائبا لشيخ الإسلام المشيخة التي هي الإدارية أتكلم عن المشيخة العلمية وليس المشيخة الإدارية هذا تعقيب يسير حتى لا يعترض علينا بهذا